السلام عليكم واهلا وسهلا بكل زوار القناة. آآ حالة النهاردة بازن الله جايبالك طريقة ممتازة جدا عشان تحتفظ بالفراولة في الفريزر وفي نفس الوقت ما تيجي تطلعيها تلاقيها بنفس قوامها ده وبنفس شكلها او يعني تقريبا هيبقى يعني شكلها قريب قوي للفريش وما تبقاش يعني مهرية او في عاملة زي كده زي ما بنحتفظ بها في الفريزر ونطلحها على طول. هتبقى جميلة جدا معاك في رمضان انت تزايني بها كنافة او تزايني بها طرط او تعملي بها اي حاجة للتزيين او حتى تتاكل كده يعني تتاكل كده لوحدها. على عكس خالص اللي بنخزنها عشان نعملها عصير. تمام? طيب عشان ما نتكلمش كتير. ونضيع وقت الفيديو. ندخل على طول بسم الله رحمن الرحيم. هوريك الطريقة ازاي? اول حاجة انت هتجيب الصنية او اي حاجة بقى مقاس الفريزر بتاعك او المقاس الفاضي اللي عندك في الفريزر. هتجيب صنية مسطحة زي كده. تمام? هتبدأ اي تفضي كمية من الفراولة بتاعتك? هوفردها معايا كده. شايفين كويس ولا ايه? طيب ثواني. وهفردها معايا كده. بحيس ان هي تبقى يعني اا يعني حاولة على قد مقدر ان هي ما تلامس بعضها. هتبقى مفروضة بشكل مسطح. وحاولة بعيدها عن بعضها شوية على قد مقدر. تمام? هخلص كمية الفراولة بتاعتي على قد الصنية بتاعتي وهجيب لحوالي يعني لكل نص كيلو حوالي معلقة معلقة ان السكر المخرز. حاول ان السكر ما يبقاش نعم. انا مش عارفة ومش طالع مش بينك في الكاميرا ان هو مخرز بس ده السكر بتاعي ده مخرز. تمام? مخرز يعني مش نعم قوي. فيه اا خشن شوية او سكر خشن. تمام? بابدأ ارش عليها كده. معلش الطريقة هتبقى متعبة معاك شوية وهتاخد معاك وقت بس للأسف هي دي الطريقة الوحيدة عشان تحتفز بالفراولة. ان هي ما تتهريش معاك ويبقى قوامها زي ما هو كده. وفي نفس الوقت ما تبقاش آآ يعني ما تتعسرش او تنزل اي مية بعد ما تفوك معاك من الفريزة. في ملحوظة مهمة كده لازم تختاري الفراولة بتاعتك طبعا بعد ما تخسليها الطائل عن قود لفوق. حاول ان انت ما تكليش قوي من الفراولة وتبين اللحنة بتاعها. تمام? يعني مثلا زي دي كده دي مش نفع. ان انا اديها شالها. دي خرط مية ومش نفع. حاول ان انت تقطع العنقود بتاعها بشكل خفيف جدا ان انت ما تطلعيش اللحمة برا. في نفس الوقت الفراولة اللي هتخزنيها للطريقة دي هتحاول ان هي تكون فراولة سليمة وجمدة. ما فياش اي خدوش. اللي تلاقيها معاك بالمنظر ده دي يعني ما تخزنهاش بالطريقة دي. خليها للطريقة التانية اللي هي بتاعتي العصير او المرباط او تخزين الفراولة للعصير بقى يعني الاستخدامات التانية بس الفراولة اللي هتخزنيها عشان تطلع معاك سليمة لازم جدا لازم ضروري لازم جدا لازم ضروري قوي ان هي تكون آآ آآ سليمة وما فياش اي خدوش في نفس الوقت الجامدة ونشفى ومش مستوية تمام? انا هاخدها بقى زي ما هي كده. انا رسطتها على القد الصينية بتاعتي. حاولت ابعيدها عن بعضها ما تلداش البعضها خالص. هاخدها زي ما هي كده. وعلى الفريزر عشان تتفرز. تمام? وارجعلك تانية بعد ما تتفرز ونشوف هنعمل ايه. وهي دي الفراولة بتاعتي هي بعد ما تجمدت تماما انا اتأكدت ان ما فيش اي واحدة لازقة في التانية كلهم بايد عن بعض زي ما انت شايفة كده. تجمدت خالص. باخدها بقى احفظها في الكيس. على فكرة الطريقة دي انا عدفاها من آآ واحدة اجنبية اسمها كان بتطلع على قناة فتافية زمان. ستة كبيرة كده بس ما شاء الله عليها شطر قوي. بابدأ احفظها بقى في الكيس زي ما بشيلها عادي خلص بعد ما جبت معايا بالسكر. وبعيد الكرة تانية لو انا محتاجة كمية اضافية. بس زي ما زي ما قلت لك من شوية. آآ لو انت يعني آآ ممكن تحفظي حابة قليلين خالص بالموضوع دوت. عشان ما يعني ما تحاوليش ما 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 تفكريش ان انت هتستهلكي وقت وتاخدي وقت كبير. ممكن تحفظي حابة زيالين خالص بالطريقة ديت للطرط والحاجات زي ما قطيك للتزيين. وبقية الفراولة تشيليها بالشكل عادي جدا. عشان توفر معك وقت ومجهود. وبتشيليها كده في الفريزر وبعد ما بتطلعيها ثماني هقولك تاني. وفيما بعد بقى لما بتيجي تستخدميها بتطلعي الكمية على قد ما انت هتستخدمي آآ على قد ما انت محتاجة بس. وبتحطيها في طبق كده وبتحطيها آآ في التلاجة ما بتحطيهش برة خالص في حرارة الغرفة العادية ان هي تفك. بتحطيها في التلاجة الرف اللي الفريزر على طول تفك خالص تفك يعني بالبطيق خالص براحتها. آآ تفك بالراحة يعني على قد ما تقدر ان هي تخليها تفك في اطول وقت ممكن. تمام? فبتعمل حسابك ان انت بتطلعيها قبل ما تستخدميها بفترة طويلة شوية عشان لازم جدا ان هي تفك بالبطيق. تمام? وبتستخدميها بتبقى زيها زي الفراولة الفريش بالضبط ما بتنزلش اي مية ولا بتتهري ولا بيحصل لها اي حاجة زي بقية الفراولة اللي بنجمدها. بس اهم حاجة تبعي الخطوات صح. وزي ما قلت لك ما تكلش كتير من فوق. يعني حاولي على قد ما تقدر ان اكتغذي حاجات بسيطة وما تبينيش اللحن. في نفس الوقت تبقى الفراولة جمدة وسليمة. وقوامها يعني تكون الفراولة اللي هي الجمدة مش الطرية. تمام? وتحاولي على قد ما تقدر ان هي تكون الحجم الكبير يعني بيكون افضل في التخزين وفي نفس الوقت شكلها افضل في التقديم. بس كده وكده تكون خلصة حلقة النهاردة. هتمنى يا رب تكون الحلقة عجبتك. واشوفكو في حلقة جديدة بازن الله. السلام عليكم.